هل تسمح لي بداية نسأل حضرتك سؤال كده يمكن إيه بالعامية قوي هي الدولة المصرية في الكم سنة اللي فاتوا دول عملت إيه واشتغلت على إيه عشان تقدر النهاردة بكل ثقة تقول أهلا بالاستثمار الأجنبي طيب الاقتصاد إحنا الحقيقة مش هنعيد اختراع العجلة من جديد أي مسؤول لما بيدخل يتحمل مسؤولية وبيشوف إنه خلال فترة زمنية سابقة البنى الأساسية وسط لمرحلة لا تستطيع أن تلبي احتياجات المواطن على مستوى معيشته ولا تستطيع أن تلبي احتياجات المستثمر منطقي وطبيعي لازم هيبدأ بالبنى الأساسية لأنه هي دي نقطة البداية علشان أبتدي أعمل انفتاح على شعرين الاقتصاد ما فيش أي مستثمر ممكن يلبي دعوة أي دولة علشان يستثمر وما عندوش شبكة طرق جيدة ما عندوش طاقة قهربة غاز انترنت ما عندوش بنية إنشاءة وعقارية ما عندوش مواني البيعات تأهيلها من جديد مطارات كل دي نحن بسميها الفاسيليتز اللي بتخدم على المستثمر فالمستثمر قبل ما بيحط سسمار أو بيحدد تكلفة السسماري لسسمار المباشر بيبص على التكاليف الأخرى تم انفقها ولا ما تمش وبالتالي السؤال هو اللي كان مجتمع العمال بيتكلم عليه على مدى لسنوات الماضية هو الحكومة اللي مخليها تنزل تستثمر وتحط وتشتغل لأنه بداية المستثمر ما كانش هيحط ده خليينيش إيه أن الرقم الصعب اللي تم انفقه خلال السنوات العشر الماضية ما يتجاوز عشرة تيريليون جنيه واحنا من عشرة سنين كانوا عدا ينعمل إزاي كنا بننتقل من مرحلة اللا دولة إلى مرحلة الدولة فكان كل مفاصل الاقتصاد الحياة كانت في مرحلة صعبة للغاية وبالتالي كان أي دعوة توجه للمستثمر لن يتم تلبيتها فكان أمر منطقة التربيعي أنه السمار العام هو اللي هيتحرق أنه الحكومة هي اللي هتنزل بنفسها عشان إيه عشان تشتغل لأنه مفيش مستثمر قطاع خاص في ظل كل المتاع اللي كانت فيها الدولة المصرية نظام سياسي غير مستقر نظام تشريعي ما كانش موجود نظام قضاء بيحدث عليه تعديات ما كانش مستثمر ممكن يفكر في هذا العام ولا حتى صندوق ناد ولا مؤسسات مالية دولية ممكن أنها تبص في الاقتصاد مؤسس فكانت المرحلة الأولى عادة تأهيل الدولة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وبالتالي كان نقطة البداية المنطقية نحن نحط فيه البنية الأساسية علشان لما نيجي نخاطب المستثمر يلب الدعوة لما نيجي نقول للمواطن احنا بنحسن في المستوى المعيشة يكون لديه إقداع بس هو اللوم والعتاب على المواطن أنه الحقيقة بينزل بنظلة ضيقة للغاية أنه هو شايف أنه مستوى المعيشة بس فيه أنه الأكل والشوارب موجودين صحيح دي مسألة مهمة أنا مواطنة نهاردة اللي همني أأكل ولادي أعلمهم أعالجهم طيب لو كان الحاجة متاحة السلع موجودة لكن الشوارع فيها اختناقات يعني بروح شغلي في ساعتين ثلاثة وبالجع في ساعتين ثلاثة لو الصرف الصحي مش موجود بشكل جيد والشوارع كلها مشاكل لو القرابة بتنقطع بشكل مستمد مش زي الظروف اللي احنا فيها لأن دي ليها مسألة مختلفة تماما احنا حاليا عشان كان بنواجهنا مشكلة في النهد الأجنبي فإحنا عايزين نصدر الجزء الأقبل من الطاقة عشان ما ادفعش الأسعاد على المواطن فهي الحكومة اختارت إنه ما ليش نقلل السلاك شوية عشان أصدر طاقة عشان أجيب نهد الأجنبي عشان ما اتطارش إنه حزبة الطاقة اختلفت ده مختلف على اللي احنا كنا فيه من 7-8 سنين إنه الطاقة ما كانتش موجودة احنا عندنا الطاقة حالية لكن ايه بنوازد ندفع سعادة على المواطن ولا لا نرجع هذا الأمر نسبيا وننوجع الجزء الأقبل للتصدير علشان أجيب موادد ليه النقد الأجنبي فنرجع نقول تاني إنه لا يجب أن ينظر المواطن على إنه أزمته اتفال عصار صحيح هي مسألة خطيرة لكن في ذات الوقت أيضا مش هو فقط اتفال الأسعار أو مش تدني الأسعار هو اللي هيخلي مستوى المعيشة جاي لأنه ده جزء من كل أنا بتكلم على جملة من الخدمات بيحتاجها المواطن بنتكلم على طرق كهرباء صرف صحي معشور بتعليم صحة كل ده مهل عشرة ليون انفقت في كل هذه المسارات المسألة التانية إنه هل الدولة كان لديها غرفية إنها تدخل على قطاع اقتصادي وتسيب الباقي أو تدخل على منطقة جغرافية أو محافظة وتسيب الباقي ما كانتش الدولة أدرى أنها تتخذ هذا القاعد لأنه إحنا الحقيقة كنا وصلين لمرحلة إنه تأيي من كل قطاعات النشاط الاقتصادي في حالة مش عايزة أقولش حلال تام لكن في حالة حالة صعبة للغاية وبالتالي الدولة الحقيقة تحركت في كل المسارات في نفس الوقت فوصلنا لمرحلة إنه خلاص الدولة بتتراجع مش بقى مجرد كلام اللي كان بيتحدث من مجتمع العمال إنه الدولة دخلة بتزاح مجتمع العمال طبعا الدولة عملت الهوم ولك بتاعها وبتتراجع علشان المسارات ما يبتدي مش بقى يشتغل عشان يبتدي يجني السمان عشان يستفيد